موسيقى السلام عليكم قيل أن الحب الأوطان من الإيمان ولا يخرج المرء من وطنه إلا إذا كان لهدف يريد تحقيقه دكتورنا ما شعر الداعي عندما يجد نفسه في الغربة بعيدا عن وطنه وأهله ما هو الشعر الذي ينتابه خاصة إذا كان ذاهب لدراسة الشعر الإسلامية يعود داعية فيما بعد وكيف لدراسة اللغة الإنجليزية أثر في حياتك الدعوية أنا أوافقك وأوافق أحمد شوكي من ناحية إنسانية وعاطفية وارتباط عاطفي وأجان لا شيء يعدل الوطن لكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يحب الترحال خاصة إذا كان يريد أن يحقق أغراض سامية على سبيل المثال الدراسة على سبيل المثال التعرف على الشعوب على سبيل المثال نقل المعارف أو تبادل المعارف هذه رسائل سامية الله سبحانه وتعالى جعلنا شعوبا وكبائل لتعرف وإن أكرمكم عند الله أثقاكم ولذلك أنا بالنسبة لي السفر كان منحة إلهية لا تقدر بشيء عندما تتعرف على لغة أخرى تتعرف اللغة بعض الناس يظن أن اللغة فقط أداة تداول أو تفاهم لا اللغة خلفها ثقافة خلفها حضارة خلفها علوم خلفها معارف وبالتالي كل لغة جديدة أنت تكسبها أنت تكسب علوم ومعارف جديدة وتنكلها لأهلك وناسك اثنين من أجل مستقبل أفضل لأمتك بل وللبشرية جمعة أنا على سبيل المثال درست صحيح في بريطانيا وكان من أصعب الأشياء هي اللغة الإنجليزية لأننا نتعلم في المدارس ولكن نأتي للجامعة وننسى اللغة لا نستخدمها كثيرا لكن بفترة قصيرة جدا أنت تمتلك أساسيات اللغة ثم عندما تتخصص في مجال معين تصبح الأمور أسهل وأسهل طبعا درستنا في مانشستر جامعة مانشستر واحدة من أشهر الجامعات الأوروبية أيضا بعد الدكتوراه هذا الدكتوراه طبعا وكنت أسكن مدينة ليز وفي جامعة ليز كنت أستخدم المكتبة والمعارف الموجودة عندهم طبعا هناك أيضا في مكتبات موجودة في لندن ومراكز أبحاث أيضا عندما عدت إلى البلاد ذهبت مرة ثانية إلى نيويورك في دورة علمية لمدة أسابيع ولعدة ولايات في جامعة نيويورك وإلى آخره ثم حتى بعد ذلك عندما أصبحت مدرسا في الجامعة وعدت واستقر بي المقام هنا ما من سنة إلا وأخرج لزيارة علمية لأن المعارف هكذا المعارف لا تأتي عبر الكتب إنما أن تلمسها بيديك وتعيشها وتتحدث مع أصحاب هؤلاء الناس يعني أنا أضرب لك مثالا يعني واحدة من القضايا التي لفتت وشاهدتها في جامعة من الجامعات على سبيل المثال في بريطانيا المصحف الكريم المصحف الكريم المخطوط منذ يعني ليس مئات السنين سأقول لك أنه آخر مخطوط للكرآن الكريم تم اكتشافه في مكتبة من المكتبات في بريطانيا يعود تاريخه للقرن الإسلامي الأول أو الثاني كأكسا حتى يعني وهي تعتبر أقدم نسخة موجودة في العالم بخط اليد المصحف إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ولأجل ذلك أنا طلبت أني بدي أنا يعني أشاهد هذه النسخة وأريد أن يعني أشعر بها عن قرب ولكن للأسف عندما ذهبتي لبريطانيا في المرة الأخيرة كانت قد ذهبت لنسخة المصحف في جولة في الجامعات الأوروبية وفي ذلك في تلك الفترة كانت في دولة أخرى وبالتالي أنت عندما تذهب وتتعرف وتشاهد على سبيل المثال أنا طلبت كتاب موسيز أنذ مونيثيزم موسى والوحدانية لفرويد كلنا نقول عن فرويد أنه يعني هو مؤسس للشذوذ والثقافة الجنسية والتربية والآخر لكن أشياء ثانية نحن لا نعرفها عن فرويد فرويد الذي كتب كتابه عن موسى والتوحيد والذي قال أنه اليهود المعاصرين أخطأوا مرتين وربما عمدا المرة الأولى بانتسابهم لموسى والدراسة النفسية لمكونات الجاليات اليهودية الموجودة اليوم معظمها لا ينتمون إلى موسى عليه السلام ولا إلى ذلك الشعب والأمر الآخر وهو الكارثي أن موسى جاء بالتوحيد وهم أرادوها بالتفريد بمعنى أنهم لكل الشعب ولكل أمة إله فهم أرادوا إلها لهم وهذا يعني أنت عندما تسمع وتشاهد مثلها على أي حال المعارف والعلوم كنز كبير ولا يأتي إلا عن طريق التعايش مع هذا الناس يرحل عن الأوطان في طلب العلا وسافر في الأسفال خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة معجدي هكذا عبر إمام الفقه في عصره الإمام الشافعي وهكذا يجب أن يكون طموح الداعية واليوم وأمام الوسائل الحديثة يستطيع الداعية أن يحلق في فضاء الكون لينشر دعوة الله تعالى السلام عليكم اشتركوا في القناة